اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شغال عليها بشكل جواس جداً للجهاز الفني وبيتسو مسماني تحديداً تدريب يمكن بيوقف تدريب اكتر من مرة لكن كلها طبعاً توجيهات لكل اللعبين والحمس كبير والجدية موجودة كعادة اللعبين على النادي الاهلي كمان الامور الطيبة جداً احنا طمنا بشكل عام على كل اللعبين للمصابين يمكن اكدنا على بيرسي تاو كمان كان ظاهر بشكل طيب جداً في التأسيمة يمكن برحوه ما شاركش في التأسيمة يشارك في تدريبات الكرة حاجة مبشرة ورائعة جداً ويمكن كماناً ما يخش في فورمة التأهيل يعني يكون اضافة كبيرة جداً لعابة النادي الاهلي والنادي الاهلي بشكل عام مع كل النجوم الحقيقة والوفيدين الجدد مع النادي الاهلي التدريب خلاص انتهى يمكن لعابة النادي الاهلي بتعمل اطلاعات النهاردة التدريب استغرق ساعة ونصف كلها كانت امور خاصة بالكرة تحكمات بالكرة الكنترول كل الامور دي الحمد لله الامور طيبة جداً حماس موجوده الجددية موجودة بنعمل ان شاء الله الحماس ده يستمر مع لعابة النادي الاهلي ومنتظرين زميلي احمد تحديد من براود دية او مبراتين كل الامور دي الحقيقة فيه تكسيف كبير جداً ومجهود واستعدادات قوية مع الجهاز الفني وكابتن ساعد عبدالحفيز لان حابين طبعاً يكون في طرف يساعد فريق النادي الاهلي يلعب معنا ما يبقاش مدير النادي الاهلي بمعنى التدخلات وبمعنى القوة اللي احنا بنبقى عارفين اي حد بلعب النادي الاهلي في مبارات دية بحاول ان هو يظهر لكن احنا عايزين فرق تكون تساعد النادي الاهلي للمشوار الافريقية ومنها لبطولة الدور العام فيمكن الامر ده بيبحث فيه بشكل كبير جداً الجهاز الفني وكابتن ساعد عبدالحفيز منتظرين ان شاء الله يوم الخميس يوم الجمعة على اقصى تقدير ممكن يكون فيه مبارات دية ومنها ان شاء الله يستمر حتى موضوع حتى موعد السفر ان شاء الله الى النيجر وبنعمل ان شاء الله باذن الله لعبة النادي الاهلي كالعادة تكون على قدر المسئولية ونرجع بنتيجة ايجابية من مبارات النيجر طيب خليني اسألك يمكن الوقت طويل جداً يا كريم كنا بنتكلم انه بسبب ضغط المطشوات وبسبب التلحن والمواسم انه بيتسو موسيماني الموديل الفني ما كانش عنده المساحة اللي يعرف يشتغل فيها ويوصلها ويحط بصمته مع الفريق بشكل كامل اعتقد من اول ما تولى الراجل المسئولية يمكن من حوالي سنة لغاية النهاردة ما كانش عنده المساحة زي اللي موجودة دلوقتي بعيداً عن التحضير للموسم وبعيداً عن استعداد لمطش البطل النيجر في دوره الابطال هل شايف جديد في طريق التعامل مستر بيتسو موسيماني مع تحضير الفريق للموسم اللي جاي هل شايف في طريق التمرين او التدريب وشغله او حتى في المحاضرات مع الفريق ان الراجل بيحاول يحط بصمة جديدة تظهر على الفريق في الموسم الجديد الحقيقة زميل احمد نقطة مهمة جداً ويمكن الفترة اللي فاتت التلاحم الكبير اللي كان في المباراة بولت الدوري بطولة الكاس كاس العالم كل الامور دي الحقيقة انت ما تقدرش غير ان انت تعمل ركاوري ثم بعد كده يوم تدريب ومباراة الفترة دي الحقيقة يعني في متاسعة منها لوقت البيتسو المسلمين انا شفت خلال الامباراة شفت القصور اللي اقول لك عليها ما كناش بنشوف الامور دي ما كناش بنشوف التدريب بسيط جداً على المرمى كلها كبية تبقى تاكت كلها كبية تمركزات ازاي تغطي عكس ازاي الامور دي لكن الامور الخاصة بالتحكم بالكورة الوقفة تبقى صح التركيز بقى صح الفينش كل الامور دي مع الوقت اللي احنا شايفينه الحقيقة فيه جرعات تدريبية جديدة ويمكن الامر ده مهم جداً لفريق النادي الالي احنا عندنا عدد كبير من العيبة مش متواجد زي ما قلنا في منتخبنا الوطني وايضاً كمان المحترفين لكن العيبة المتواجدة لابد ان هي تكون جهزة بشكل كبير جداً العيبة اللي هتعود من المنتخب هيبقى لها دور لكن اللعيبة اللي متواجدة في مستطيل من خطار التلش عارفينه عن بيتسو موسماني فريق ساندونز الحقيقة على فترات كثيرة جداً كنا بنشوف عارفين ان ده خبرة مدرب وذكاء مدرب وطريقة مدرب والامور دي ايضاً كمان مع النادي الاهلي لكن ان شاء الله بإذن الله الوقت القادم ربنا نحافظ على العيبة بس من الاصابات لان احنا مش عايزين نقصر حد لان كل الامور دي بتعاوك مصيرة النادي الالي فترة قادمة بنعمل بيتسو موسماني تكون خطته كبيرة يكون عنده اضافة كبيرة لان الموسم القادم صعب جداً 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 وفي تلحومات كبيرة جداً جداً فبنعمل ان شاء الله بإذن الله قيادته الفنية تكون كالعادة زي الموسم الماضي نحصل على العدد كبير من البطولات وتوفير ربنا بقى بقى بلاقي حاجكم معنا ان شاء الله ان شاء الله بشكرك شكراً جزيلاً زمنا العزيز كريم احمد دي كانت اخبار تمرينت النهاردة واسمحوا لي عف شوية مع